مخاوف عودة سجون سرية تابعة للولايات المتحدة في الخارج واستخدام التعذيب فيها تعززها إدارة ترامب بقرار جديد هو تعين جينا هاسبل المسؤولة السابقة عن معتقلات سرية نائبة جديدة لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية هاسبل المخضرمة في عملية التجسس انضمت إلى وكالة الاستخبارات عام 1985 وعينت عام 2013 مديرة للخدمة الوطنية السرية التي تعد الذراع السرية لوكالة الاستخبارات غير أنه تم استبدالها بعد أسابيع عقب جدل حول استخدام تقنيات تعذيب مثل الإهام بالغرق في عمليات تحقيق بعد هجمات 11 سبتمبر صحيفة واشنطن بوست كانت أوردت أنذاك أن هاسبل أدارت سجن سريا في تايلند تعرض فيها معتقلان لتقنيات تعذيب قاسية وأنها أتلفت أشريطة فيديو لوكالة الاستخبارات عن جلسة تحقيق مع المعتقلين ماضي يقول أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه يجعلها غير مناسبة للمنصب بينما يشدد مدير وكالة الاستخبارات الجديد مايك بومبيو على أنها ضابطة مخابرات مثالية سارة بن عيشوبة العربية ترجمة نانسي قنقر